قبل يومين كنا عن الجماعة منتحكي كيف إبليس بحاول يغوي الإنسان ولا مرة إبليس رح يجيك بالطريقة لأنتي متوقعها إذا عدوك بيجيك بطريقة متوقعها أنت بتقدر تلاقيه مزبوط إذا العدو بقول لك الحرامي بقول لك اليوم الساعة 12 أنا جاي من الباب بدي أقتحم بيتك شو باشكين 12-14 بقعد على الباب تعال أشوفك عشانك يسوع بقول للس يقتوين في وقت لأن نتوقعه كما يأتي يوم الرب كما لس في الليل لأنه ما منتوقعه هيك الإبليس ما بيجيك بطريقة متوقعه يعني إذا اليوم إبليس بدي يجي خلينا نقول لفلان بمنظرك تنين بطع من تمونار وإلقرون وعينيه حمرة وإسنانه كبيري كل يتنا شو منعرف إنه هذا الشيطان شو منساوي نهره بس إذا إبليس بيجيك طريقة أن يأتوا منكم بثياب الحملان من بره بيبين زي الحمل لكن من داخلهم إيه؟ دقاب خاطبي فعشانك بتقول لها الإنساني المرأة الأجنبية الخاطئة مش أجنبية أنا بتحكي إنجليزي أجنبية يعني مش مؤمني أو مش من جماعة الله قالت علي ذباح السلامة اليوم أو فيت نذوري فلذلك خرجت للقاءك لأطلب وجهك حتى أجدك شوف شو عم بوصف قال بالديباج فرشت سريري بمو شكتان من مصر عطرت فراشي بمر وعود وقرفة هلما نرت ودا إلى الصباح نتلذد بالحب لأن الرجل ليس في البيت ذعب في طريق بعيدة أخذ صرة الفضة بيده يوم الهلال يأتي إلى بيت يعني بتقول له حتى ما تخاف يعني رجلي مش بالبيت يعني بده شهر تنه يرجع آخر الشهر شوف شو بقول آية 21 أغوته بكثرة فنونها شاهد كيف الشيطان بتفنن حتى يغوي الإنسان أغوته بكثرة فنونها بملث شفتيها طوحته ذهب شوف كلمة ذهب بديك تركز عليها ذهب وراؤها لوقته كثور يذهب إلى الذبح أو كالغبي إلى قيد القصاص حتى يشق سهم كبده قطير يسرع إلى الفخ ولا يدري أنه لنفسه هذا الإنسان يجري أخذته للهلاك شايف الزينة وين ممكن يخدنا الخطيئة وين ممكن تخدنا شاب صغير تتفنن بالكلام الأغوته بكثرة فنونها كثرة فنونها وبعدين بقول ذهب وراءها لوقته كالثور إلى الذبح هاي الإجرين اللي الله بيبغضها إجرين سريعة تروح على محلات مش لازم نروحها يسوع قال إن كانت عينك تعثرك اقلعها خير لك أن تذهب السماء أو الحياة الأبدي من غير عين من أنك تروح للسماء معك أو تروح لجهنم بعينين تنتين إذا إيدك أعثرتك اقلعها خير لك أن تذهب الحياة الأبدي مقطوع اليد أو مقطوع الإجر من أنك تروح على جهنم وانت كامل زي ما راح هذا التور بقول عنه زي التور راح على الدبح أو زي العصفور اللي علق بالقفص عصفور بيسرع بيركد على هذا الفخ وهو ما بيعرف من هذا الفخ لإله أرجل سريعة الجريان إلى السوق يا أخوتي إجرينا لازم يقدسها الرب مسالكنا لازم يقدسها الرب شوف سادس شيء سادس شيء إذن قلنا خمسة يا أرجل سريعة الجريان إلى السوق سادس شيء شاهد زور يفوه بالأكديم شاهد زور تعرفوا واحد من صفات الرب يسوع المسيح شو بقول عنه بسفر الرؤية لصحة الأول آية خمسة قالوا من يسوع المسيح الشاهد الأمين هذا عكس هذا عكس شاهد الزور شاهد الزور تأخذ على مسئلية تكتحكي شيء ما صارش هذا زور شاهد زور هو عكس شاهد الأمين بولوا سلاقيش سلة أن يتصور المسيح فيكم بدينا نصير نشبه صورة ابنه يسوع كان شاهد أمين شاهد أمين ولكن شاهد الزور الذي يبغض الرب هو الإنسان الذي يزيف الحقيقة وعمتال 19-19-9 بيحذر هذا الإنسان بقول شاهد الزور لا يتبرأ والمتكلم بالأكاذيب يهلك الإنسان اللي بيكذب يعطي شاهدة كذب أو بيأخذ عن مسئوليته يقول آه مصبوط أنا شفت أو أنا سمعت ولكن هذا يمكن عشان دك بدك تشدمع فلان أو بدك تغطي على فلان أو يمكن بدك تمشي أمورك زي كيف مثلا في جماعة إنهم بالبلاد بيبيعوا زيت تعرف بيقل شو زيت زيت زتون صافي غالي مظبوط ولا لا أمر أتروح تشتري تناكي حق 700 شاكل اليوم في ناس بيبيعوا ب250 كيف بيبيعوا كناها دولة 700 دولة 250 شو زيت سياراتي الموضوع لا بخلطوه مع زيت أبصر شو دورة وزيت هيك إسا وبتلاقي لأخ شو إذا بتقعد حده أنا بتذكر كان هيك البضايا عدول يجي يبيعوا تذكروا كانوا يحملوا يكاف يا الله أول ما يفوت عندنا هو يحلف لأمي حتى تصدقوا وحيات فلان وحيات وويك وما خلاش نبيع على الأرض إلا إسأد ما حلف كنت أنا أشك أقول لي إما هذا كذاب لأنه بيحلف معناته كذاب مظبوط لأنه الإنسان لا يحلف حتى يحلف حتى يسوع قال لا تحلفوا البتة ليكم كلامكم نعم نعم لا لا وما زاد على ذلك فهو من مين من الشرير أما إذا بتشوف حتى المؤمنين أمام الرب أخوي أمام الرب يعني أصدقوا كذاب مظبوط أصدقوا كذاب وهذا شاهد الزور لما بيشهد إنه إنه شيء صار إنه شيء حدث حتى يمر ونرجع للموضوع الزيت فبحطوا ودول الجماعة قولنا بخلطوا الزيت المنيح مع زيت مش منيح أو زيت من كذا قبل أكم من سنة وبيبيعوها كأنه زيت منيح وشو بيسوه بأخذ شوية زيت منيح حط على رائبته من ورا بصير يحرف للناس على رائبتي على رائبتي إنه هذا زيت أصيل شو قصد يقول له هو قصد يقول له إنه الزيت اللي معاه منيح بس هو يعني إحنا منفهم إنه عم بيحلف برائبته بس عشان بيطلعش كذاب بحط زيت على رائبته هيك بصير على رائبتي زيت منيح ومظبوطه وفيه على رائبته شفت الخدع كيف تفنن بس على رائبته إنه كذاب ليه لإنه أخفى الحقيقة أو نص الحقيقة إسه بدي تنتبهوا أمرات نحن مش لازم نحكي الحقيقة أنا دقول لكم يعني أخي يوسف يعني مدلا واحد مثلا بيسألني يا أخي هاديش عمر مرتك تعرفوا النسوين تحبش تقول لعمرنا يعني بوصلوا أربعين وبطلوا يعدوا لقدام مش مش بورة تقول له أدي عمر مرتك إذا هذا بداية مرتك قول له عمر حماتك هاديها ما تقول لش عمر مرتك بس يعني الفكرة يعني واحد بيسألك سؤال مش لازم تجاوبه علي مش عاش تكذب ترجمة نانسي قنقر